الضحايا والقتلة أنفسهم والمآلات ذاتها لا رادع ولا خطوة إلى الأمام توقف نزيف الدم المستمر في قرية أبو خنازير التابع لناحية أبي صيدا بمحافظة ديالا قصة رعب أخرى إذ يعيش السكان هناك على حذر فبأي لحظة قد يخطفهم رصاص الميليشيات كما خطف كثيرين من قبلهم كان أحدثهم أربعة أشخاص قتلوا بدم بارد الأمر الذي أدى إلى موجة نزوح من القرية وعلى الرقم من مناشدات أهالي القرية للسلطات الحكومية لإنقاذهم من هجمات تقف الميليشيات وراءها إلا أن الإجراءات الحكومية كانت خجولة فيما حاول مسؤولون محليون في ديالا مرتبطون بميليشيا الحجد التخفيف من حدة ما حدث فيقلل رئيس لجنة ديالا الأمنية صادق الحسيني القيادي في ميليشيا بدر من أهمية الاتهامات الموجهة للحشد بالوقوف وراء الهجمات التي شهدتها قرية أبو خنازير ليستعيد شماعة عفى عليها الزمن وأعلنت الحكومة غير مرة نهايتها فيقول إن تنظيم الدولة وراء قتل المدنيين التجاهل الحكومي بدى جليا بإهمال اجتماع مجلس الأمن الوطني الذي عقد برئاسة عبد المهدي لأحداث ديالا مكتفيا بمناقشة أزمة كاركوك سكان القرية أكدوا خشيتهم من تجدد حالات الاغتيال والخطف كما انتقدوا صمت محافظة ديالا عن ذلك ومحاولة تبريرها جرائم القتل التي ترتكب بشكل علني لسيما بوجود جهات تعمل من أجل تهجير سكان القرية بهدف إحداث تغيير ديمغرافي كما حدث في مناطق مجاورة النائبة عن ديالا نهد الديني أكدت أن المحافظة في خطر وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات جريئة من قبل رئيس الوزراء عدل عبد المهدي فيما هدد نواب عن اتحاد القوى بالانسحاب من العملية السياسية عندها يخرج السؤال الفخ ما أثر التهديدات على الحكومة وكيف انعكست هي وسابقاتها على واقع ديالا وغيرها هذا إن صدق الذي يهدد بتهديده